من طهران ينضم إلينا أستاذ الأعلام السياسي في جامعة قمة دكتور أحمد مهدي دكتور أحمد أهلاً وسهلاً بك تحذير جديد هذه المرة صمعناه من وزير الخارجي حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع غوتاريش يقول بأنه ممكن أن يؤدي الدعم واستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى تفجير الوضع في الشرق الأوسط لكن هذا التحذير الذي يتجدد كل فترة من وجهة النظر الإيرانية ما هو الحدث الذي يمكن فعلياً أن يفجر المنطقة لأن الدعم الأمريكي واقعياً حتى لو اختلف لن يتوقف في البداية أوجه التحية لكي والزملاء ومشاهدي قناتكم أهلاً بك بطبيعة الحال التطورات الناجزة سواء على صعيد القتال والمواجهة الميدانية في غزة ومقتل هذه الأعداد الكبيرة من النساء والأطفال من المدنيين الفلسطينيين وكذلك فشل المساعية الدبلوماسية من جهة أخرى لا سيما بعد الموقف والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن كل هذه الأمور في الواقع تدفع إلى التصعيد وشعور ما يسمى بالوكالات طبعاً هذه التسمية مرفوضة من قبل إيران نقول المتحالفين معها أو مكونات محور المقاومة بالتالي شعورهم بالغضب والسخط جراء هذه التطورات هو في الواقع يدفع المنطقة إلى التصعيد وهناك سيناريوهات احتمالية لتدحرج الحرب إن حدثت لا سمح الله لا سيما على صعيد الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة يعني أقصد بين لبنان والكيان الإسرائيلي حيث بدأت الاستهدافات من قبل الجانبين سواء من حزب الله أو من جيش الكيان بالتوسع وكذلك بدأ اليمنيون بالتدخل ووزير الدفاع في حكومة صنعاء السيد العاطفي قال أن الملاحة في البحر الأحمر محرمة على السفن الإسرائيلية هذه كلها في الواقع مؤشرات على التصعيد وتنبئ بما أن الوضع هكذا ومستمر تنبئ بأن القادم سيكون أخطر ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذرت على لسان مسؤوليها بأن هذه العمليات لن تنتهي بهذا الشكل كما تريده الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وحذر من مغبة السلوك الأمريكي والكيان الإسرائيلي في الاستمرار بقتل النساء والأطفال هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك في الواقع اصطفافات دولية لا سيما بين حلفاء إيران من جهة وبين حلفاء الكيان الإسرائيلي من جهة أخرى ولكننا نجد أن الشرخ يتعمق بين حلفاء أو أصدقاء حتى الولايات المتحدة والمتحالفين معها لا سيما بين بلدان المنطقة يعني الإمارات تشعر بها السخط والغضب أزاء الرفض الأمريكي للمشروع الذي هي اقترحته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ورفضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت وكذلك تصريح وزير الخارجية السعودي اليوم السيد فيصل بن فرحان حيث قال أن الاستمرار في ارتكاب المجازر في غزة عمل لا يمكن الصبر أو السكوت عليه وكذلك المعروف أن موقف تركيا أيضا مناهض لاستمرار الحرب هذه كلها مؤشرات أيضا على الشرخ في المعادلة الأمريكية وهذا سيشجع الأطراف الأخرى على الدخول في الوتيرة المتسارعة في الحرب إذا ما استمر الجيش الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة وكذلك حتى المنظمات الدولية يعني منظمة أوكسفان مثلا هذه منظمة خيرية يعني لا شأن لها بالسياسة ولكنها أيضا شعرت بالغضب والصغط حيث قالت الأمينة العامة أن الفيتو الأمريكي يعد هو مسمار آخر في نعش المصداقية الأمريكية على الصعيد الدولي وأيضا السلطة الفلسطينية التي تتدرع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بتسليم غزة مثلا إلى السلطة الفلسطينية في المستقبل أيضا أدانت عملية الفيتو أو قرار النغض الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن وقف اطلاق النار لأسباب إنسانية وهكذا ينبغي أن نقول أن الموقف الحالي الذي يتمثل بالإصرار الأمريكي والإسرائيلي على الاستمرار في وطيرة الحرب وتصعيدها ضد المدنيين لن يحصل عليه الكيان الإسرائيلي أي نتيجة على المستوى الميداني وكذلك سيؤدي إلى فشل دبلوماسي متتالي وتصعيد في ميادين أخرى في مواجهة سواء الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي دكتور أحمد بحسب تقرير لنيويورك تايمز الورقة الأخطر بيد إيران هي الحوثيين إيران تقول بأن هناك استقلالية وهي فقط تدعم وكل فصيل يتحرك باستقلالية وحرية ولكن هناك أيضا خيارات تدرس في واشنطن للرد على الحوثيين في حال فعليا ردت الولايات المتحدة بأي طريقة على الحوثيين هل ستعتبر إيران أن ذلك مباشر ضدها؟ طبعا ستعتبر إيران أن هذا الرد سيكون موجه إلى مكونات محور المقاومة سواء مباشر إلى إيران أو غير مباشر لا يختلف الحال ولكن لا ينبغي للولايات المتحدة التدخل في اليمن لأنها ستدخل في مصداقية أخرى وستوسع من نطاق الحرب الذي قال ما الذي مهما صرح المسؤولون الأمريكيون في السابق مثل بلينكين وكذلك الرئيس جو بايدن بأنهم لا يريدون توسيع نطاق الحرب هذا أيضا سيضر ويزعزع بالمصداقية الأمريكية على الصعيد الدولي وسيؤكد بأن الولايات المتحدة هي من تسعى إلى تصدع المجتمع الدولي وزعزعة الاستقرار وسيؤدي في النتيجة وفي المقابل إلى رد عنيف من الأطراف الأخرى لأن كل رد سيتابع بردود أخرى سواء على جبهة لبنان أو حتى على جبهة سوريا التي كانت صامتة إلى الوقت القريب ولكن إطلاق الصواريخ من سوريا إلى الجولان المحتل في الآونة الأخيرة يدخل أيضا في هذا السياق وربما ستتدخل إيران في السواحل القريبة منها بشكل أو بآخر وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى تدخل قوى عالمية أخرى كروسيا والصين ويؤدي إلى نتائج لا تحمد أقباها إذا استمر الوضع بهذا الشكل المخيف والمريع تجاه المدنيين شكرا جزيلا لك من طهران أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم دكتور أحمد مهدي شكرا جزيلا